أغلق فيسبوك صفحة الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام في ذكرها السنوية دون إبداء الأسباب وقالت الهيئة عبر حسابها على توتر بعد إطلاقها واسم عام في نصرة النبي في ذكرها السنوية فيسبوك يغلق صفحة الهيئة نهائيا وبدون مقدمات لنزداد إصرارا على المضي قدما في نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فكما انتهى عام في نصرة النبي فمن اليوم بإذن الله تعالى يبدأ عام في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأشر الأمين العام للهيئة دكتور محمد الصغير إلى أن فيسبوك يؤكد عنصريته وعدوته للمحتوى الإسلامي داعيا المتابعين للتغريد على وسم عام في نصرة النبي وإلى دعم صفحة الهيئة على تويتر والمنصات الأخرى هذا وأطلقت الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام صفحة بديلة على فيسبوك أيضا وتهدف الهيئة التي أعلن عن تأسيسها قبل عامين إلى العمل بتوجيه ومشورة علماء الأمة على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته بكافة اللغات الحية شكرا شكرا شكرا